ما تم رصده من خسائر العدو البداية بالخسائر البشرية أولا بالنسبة للعدو السعودي بلغت خسائر العدو السعودي في صفوف جيشه منذ بداية العدوان وحتى يومنا هذا أكثر من 10403 ما بين قتيل ومصاب منهم 403 قتيل ومصاب منذ مطلع العام الحالي حيث نفذت قواتنا عمليات عسكرية لم نعلن عنها بعد وأدت إلى تكبيد العدو السعودي خسائر كبيرة وسنعلن إن شاء الله عن تفاصيل ذلك في الوقت المناسب ثانيا العدو الإماراتي حتى تاريخ الثالث والعشرين من مارس 2020 بلغت خسائر العدو الإماراتي البشرية أكثر من 1240 ما بين قتيل ومصاب ثالثا المرتزقة من الجيش السوداني بلغت خسائر السودان البشرية في صفوف المرتزقة السودانيين أكثر من 8634 قتيل ومصاب منهم 4416 قتيل وأربعة آلاف ومائتين وثمانية عشر مصاب رابعا من الجنسيات الأخرى سجلت خسائر بشرية في صفوف جيوش دول شاركت في تحالف العدوان منها دول انسحبت إضافة إلى خسائر تلقتها الشركات الأمنية مثل شركة بلاك ووتر وداين جروب وغيرها من الشركات التي كانت موجودة في الحرب على بلدنا خامسا خسائر بشرية في صفوف المرتزقة والخونا والعملاء من أبناء اليمن تجاوزت الخسائر البشرية في صفوف الخونا والمرتزقة والعملاء أكثر من مائتين وستة وعشرين ألف وستمائة وخمسة عشر ما بين قتيل ومصاب وقد اعترف العدو خلال الأيام الماضية بمسرع ثمانية عشر ألف من المرتزقة وخمسين ألف مصاب خلال العام 2020 في جبهة مأرب فقط للأسف الشديد أن أغلب القتلى والجرحة من مرتزقة البلد الذي نضح بهم هذا العدوان دون أي مقابل إلا خيانة بلدهم خلال الأشهر الماضية فقط كان عدد القتلى والمصابين في صفوف المرتزقة اليمنيين والخونا والعملاء بلغ عدد أربعة آلاف وسبعمئة قتيل ومصاب وهي موثقة لدينا عبر الاستخبارات وكذلك معلومات مؤكدة ترجمة نانسي قنقر